بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بوضوح وهذا اللقاء ورحلة أرواح المؤمنين وموضوح حلقتنا النهاردة هنكمل فيه مدأنا من حديث حول ما يحدث للروح بمجرد خروجها من جسد الإنسان والمراحل التي تمر بها حتى تصل إلى السماوات السبع وفي حلقة نهاردة هنكمل كلامنا عن الاثناشر نوع من النعيم اللي بينعم به المؤمن في القبر واللي اتكلمنا في بعض منها في الحلقة السابقة والنهاردة هنتكلم عن باقي هذه النعم كل ده هننقشوا إن شاء الله مع الدعية والعالم الجليل فضيلة الشيخ دكتور محمود المصري أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ أهلا بفضيلة الشيخ إحنا يمكن الحلقة اللي فاتت كنتكلمنا وذكرنا ستة من نعيم نعيم القبر عايزين نتذكرهم ونعرف ستة المتبقية اللي بينعم بها المؤمن في داخل قبر اللهم صلى الله عليه وسلم وبركاتنا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وحشتيني ومشاهديننا ربنا يجمعنا وأيكو على الخير دايما يا رب العالمين وربنا يا رب يجعل كبرنا يا رب روضة من رياض الجنة يا رب العالمين ونعمنا ويحسن ختمنا يا رب ولا تكون حفرة من حفرة نيران يا رب وتكون أسعد أيامنا يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى يوم ما نقف من إيديه ونقول يا رب كنا مصدقين كل كلمة قالها نبيك صلى الله عليه وسلم وكنا مصدقين كل كلمة وردت في كتابك سبحانه وتعالى وعلى قدر المستطاع فاتقوا اللهم استطاعتم على قد ما قدرنا علشان نلقاكم وانتراضي عنا حقيقة كلمة القبر مخيفة أول الناس حاولنا نقرب لهم الموضوع نقول لهم القبر ده عمره ما كان يخوف يخوف إنسان عارف إن فيه يوم هيلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى وبيستعد لليوم دوت وبيشتغل لليوم دوت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان واقف عند القبر بيدفن واحد من الصحابة وبعدين بصر الصحابة قال لهم جملة جميلة أو كنت هي الجملة دي كانت لها تأثير عظيم جدا في حياتهم طول ما هم كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أقول أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده الله زي ما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مات الساعة قال له وماذا أعددت لها هي دي المسألة وماذا أعددت لها لمثل هذا اليوم فإيه فأعده يبقى احنا كل حياتنا بنستعد وبنجاهز نفسنا للقاء ربنا سبحانه وتعالى ولللحظة اللي نخرج فيها من الدنيا عشان ننتقل لحياة هي أجمل مليار مليار مفيش مقارنة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الحياة الدنيا أو ما الدنيا في الأخير إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع الحياة الحيائية والنعيم الدائم والنعيم المقيم والنعيم الذي لا ينتهي أبدا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عينه نرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه وشر لما تيجي تذكر الواحد القبر لك بلاش السيرة دي أقول لك لا ده أنا عايز أجيب لك السيرة دي وخليك تحس إن القبر ده تحاج جميل أوي ده زي ما يكون حضرتك عيش في عشة في العشوائيات وفجأة أنا بقول لك أنا هنقلك في قصر في جزر الهواي فبيتقول لي يا خبرة بيض من عشة في عشوائي لجزر الهواي الله ده جميل أوي 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 الأصر ده أهو ده الأصر ده القبر بتاعنا القبر بتاعنا ده لو أعدنا حياتنا صح وعيشنا لدينا صح وقربنا من ربنا صح واتبعنا نبينا صح صلى الله عليه وسلم صدقني هيكون لا تقولي بقى لجزر الهواي ولا غيره حاجة بقى لا تخطر على قلبه وشر نعيم من عند ربنا سبحانه وتعالى أعدادت العبادة الصالحين في الجنة ما لا عينه نرأت جزر الهواي احنا شفناها ولا أذن سمعت وسمعنا عنها ولا خطر على قلبه وشر ده مش موجود في الدنيا الخارس ونعيم القبر من نعيم الجنة لأنه يبعث من نعيم الجنة لنعيم القبر كما ذكرنا تعالوا نذكر الستة ونذكر إخواننا وحبيبنا وأهلين الأفاضل بالستة نعيم اللي احنا ذكرناه ونكمل بقى الستة البقين بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قلنا أول حاجة جماعة أول نعيم أن ربنا يثبتوا عند السؤال لأنه مدام ثبتوا عند السؤال خلاص بقى اللي جاي كله راحة المولى عز جل يقول يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أن يموت على لا إله إلا الله وفي الآخرة أن يجعب على أجوبة الملكين ويظل الله الظالمين وينفع الله ما يشاء شيء طبيعي أفنجع المسلمين كالمجرمين معقولة واحد يكفر بربنا سبحانه وتعالى ويصب الله سبحانه وتعالى ونسويه بواحد بيقول لا إله إلا الله وبيعبد ربنا وبيصلي وبيحب ربنا يستحيل نحن نسوي من ده وبين هذا أول حاجة يثبتوا عند السؤال تاني حاجة يصدقوا من فوق سبع سماوات وشوف بقى لما حضرتك تقول كلمة ويطلع ولله المثل الأعلى ليس كمثيشان واسمع البصير يطلع زعيم من زعماء الأمة ويقول لك صدق الدكتور عمرو والله العظيم كلامه كله صدق هتشعر بسعادة حتى لو كنتش محتاج للشهادة دي بس هتشعر بسعادة فما ظنك برب العالمين ليس كمثيشان واسمع البصير لما يتقلم من ربك مادين يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ده نعيم الثالث بقى فأفرشوه من الجنة قلنا نعيم الثالث قبل الفرش الجنة قلنا ضمة القبر يا دكتور عمرو لو تتذكرت قلنا إن ضمة القبر دي عبارة عن إيه كتير من الناس تقول لك يا خابة ربيد وهنزل القبر ويتضم علي ده ضمة القبر دي يشتاق إليها المؤمنون يا خابة ربيد يشتاق إليها المؤمنون أول مرة نسمع الكلام ده صدقني ورب الكعبة أنا واحد من الناس مشتاق لضمة القبر بحسن ظني بالله وليس حسن ظني بعملي مهما عملت مهما صليت مهما عبدت ربنا أنا لو أحسن الظني بعملي وبقول دايما يا رب إن لم تقبلني فلن أقبل وإن لم ترحمني فلن أرحم وإن لم تغفر لي فلن يغفر لي أنا رجائي فيك أنت يا رب فضمة القبر دي زي ضمة الأم بل أحن من ضمة الأم ده للمؤمن وللكافر ربنا عافينا عافيك شفت دي يبقى النعيم الثالث أول من الإنسان ينزل القبر أو روحه تنزل القبر في الجسد مباشرة ضمت القبر مباشرة بعد ضمت القبر الجميلة الأم اللي القبر اللي تمثل بالنسبة للإنسان الأم التي غاب عنها الإنسان سنوات طويلة جدا لأن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرج لكم طارة أخرى دي الأم اللي احنا انفصلنا عنها وبعدين هنرجع لها وبعدين نطلع منها مرة تانية ليوم القيامة الأم دي غاب ابنها عنها وغاب ابنها التانية عنها دوت كان مؤمن فحضنته حضن جميل ودوت كان كافر كفر بربنا والأرض دي عبد الأرض دي يعني جند من جنود الله سبحانه وتعالى هو مخلوق من مخلوقات الله اللي لا تطيع إلا الله سبحانه وتعالى فالأرض تضم المؤمن ضم جميل قد النعيم الثالث النعيم الرابع يفسح له في قبر الله لأن قبل ما يتفرش القبر لازم يفسح عارف حاجة دكتور عمري لما يكون شاري مثلا شقة أو شاري فيلا وخبار حضرتك وفي حوائط عايز تهدها علشان توسع الريسيبشن مثلا وبعدين فجالك بتاع الموكيت فقالك هفرش لك الريسيبشن قلت له أستنى ده لسه الحيطة دي هتتهد وده هتتهد ونوسع ده كله ونفتحه على بعضه عشان يبقى الموكيت وكله واخد ايه مية واحدة وخبار حضرتك فقبل ما يتفرش القبر لازم يوسح يبقى القبر يوسع عندنا روايتين قلناه من مرة الفاتت رواية أحمد بسنة صحيح أن يفسح له في القبر كمد البصر وقلنا مد البصر دي ممكن تكون أكثر أكثر من 20-30 كيلو هتقول لي كلام يعني برضو غريب شوية طب يصدق إزاي أقول لك يصدق والله قدر حاكم سال بس اتصلي على الحق عليه السلام سلي واصل لو قلنا دكتور عمر جيتي النهاردة جبت واحد من أول كبير قوي قلت له سمحت اعمل لي سرداب تحت الأرض أو نفق تحت الأرض مساحته 20 كيلو وتفني فيه واحد بس وقفلهولي وما تحسس حد أن فيه حاجة موجودة تحت الأرض تتعمل؟ تتعمل صح كده؟ طيب واحد عمل لي نفق تحت الأرض أو سرداب تحت الأرض أو أي حاجة تحت الأرض واسعة بالمنظر ده وما تفهم فيها مية واحد وفوق الأرض ما فيش أي حاجة تعرفني أنه ده قبر وأنا ما شفه إيه مش أنا ما شفتش القبر ده ما شفتهش وما شفتش الوسع اللي تحتيها ده لكنه موجود وده في أمور الدنيا فما ظنك بالآخرة وأحوال الآخرة وأحوال الآخرة أمر الثاني خالص يعني يبقى إذن إيه أول حاجة يبقى رابع حاجة يفسح له في قبره مدى البصر في رؤية التلمذية بإسنات حسن أنه يفسح له سبعين ذراع في سبعين ذراع طبعا قلنا أنه بيختلف بأحوال المؤمنين وقلنا يا دكتور عمر وأعزلنا خلاه معنا في رحلة على طول أي نعيم في الدنيا في القبر في أرض المحشر في الجنة يتناسب مع حالة إيمان المؤمن وحبه لله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا أنت جاي ممكن كده أسمتني مراحل الأرض القبر أرض المحشر أرض المحشر أيها الجنة الجنة تمام كده عندنا أربع مراحل للروح أربع مراحل طبعا إذن بتتنوع وتتفاوت طيب اللي بعد كده يفسح له في قبر ينور له في قبر والسعتير للقبر بقى كل ذا كل الوسع نوره لي فينور قبر وعلى حسب الأنوار التي يقتبسها العبد من طاعة الله ومن العبادات التي يقدمها لله على حسب ما تكون الأنوار في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك وهم على الصراط المنافقون بينادوا على المؤمنين كما في سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم قيل أرجعوا قيل أرجعوا وراءكم إيه فلتبسوا نور النور دحنا فضرب بينهم بسهول الله باب باطنهم في الرحمة وظاهروا من قبل العذاب ينادونهم ألم نقوم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وطربصتم وارتبتم وغرّتكم الأمالية حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغروف فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مأولاكم يبقى ينور له في قبري يبقى يفسح له في قبري ينور له في قبري يفرش له في القبري من الجنة مين اللي يقول كده بقى الله الله في الحديث حديث جزء منه كبير جدا نبوي جزء صغير أو قدسي المولى عز جل يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة افرشوه للقبري من الجنة يا رب ده مد البصر أفرشوه من الجنة يا رب ده سبعين زراع فسبعين زراع افرشوه من الجنة وبعدين النعيم اللي بعد كده وقلبسوه من الجنة الله إحنا وقفنا بعد يديد مرة ألفات يبقى وقلبسوه من الجنة إحنا وقفنا عند يديد وإنكمل بقى النهاردة بقيت الـ 12 نعيم من أنواع النعيم في القبر ้يلبس من الجنة لو تتذكر يا دكتور عملي إذا كانت المرة ألفاتت أن لبس أهل الجنة بيجي منين قلنا أنه هو بيجي من شجرة مخصوصة بيسموه مصنع ثياب الجنة أو مصنع ثياب أهل الجنة اسمها شجر طوبا سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي دول الصحابة وطوبى سبع مرات الله شفت أجرين كبير إزاي شفت أحنا في فتن وفي محن وفي مشاكل ومش لقين حد يعني على طاعة ربنا إلا القليل وعشان الموضوع فيه غربة وفيه وحشة وفيه فتن كبير قوي فالأجر على قدر المشقة والتعب ممكن أروح أحج حج سياحة وممكن أروح أحج حج وأتعب وتبهدل وتريب في الشوارع وده حج وده حج بس الأجر بتاع دوت أكبر من ده لأن ده تعب أكتر وخبال حضرتك مش معنى ده أن يحرم الثواب لا كله كله مش يحرم الثواب لكن تتفاوت الدرجات دوت كان صايم وطول اليوم نايم في البيت تحت المكيف أو تحت المروحة ونايم كده ومش الله حد صلاة المغرب أم كل والتاني طول اليوم عمل بيكد ويجدح ويتعب عشان يأكل زوجته وأولاده وأمه وأبوه وهو صايم برضو أكيد أجر دوت غير أجر ده لكن الاتنين في النهاية صايمين هكذا نفس الحكاية أن الإنسان يفرش له في القبر وبعدين وهو بيلبس سياب الجنة طيب النبي على السلام قال ليه؟ قال طوبة لمن رأاني وقام نبيه طيب وإحنا بقى إحنا يلي تعبنا وشفنا الفتن وشفنا المشاكل وما قعدناش مع النبي واستمتعنا بالقعدة معك صلى الله عليه وسلم ولا قعدنا مع الصحابة ولا عشنا في الزمن الجميل دوت قال لك وطوبة سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني طوبة أدى الصحابة سبع مرات فقالوا يا رسول الله وما طوبة؟ قال طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عامل لا يقطعها تخرج منها ثياب أهل الجنة الله يبقى إذن ثياب أهل الجنة تخرج من شجرة طوبة يبقى فأفرشوه من الجنة يفرش له من خضر الجنة وبعدين وألبسوه من الجنة ألبس من ثياب الجنة الله بس أنا بفتح القبر لا بشوف ثياب جنة ولا بشوف فرش أهل جنة ما هي دي المسألة العقلانية اللي بتتحكم أحيانا حتى في أمور الشرع البرزخ آه عالم البرزخ لا يقصب عالم الشهادة يعني في عالم غيب وفي عالم شهادة ما قدرش أقول إن دوت هو دوت ده لابد يكون غير دوت تماما وإلا في أمور الحياة في أمور برضو غيبية وهي في حياتنا الروح أنا مش شايفة فلان مات إلا حصله الروح طلعت أنا مش فتحاش الكهرباء إلا بيكهربني إن فيه كهرباء مشى في سلك أنا والله ما شايف الكهرباء ولا مشى في السلك أنا شايف سلكة هوت وسلكة هوت ده بيقول لي ده أرض وده بيقول لي ده كهرباء بلمس الأرض ما بكهربش بلمس الثاني بكهرب مع إني مش شايف كهرباء مشى ففي أمور غيبيات في حياتنا ما نقدرش نحكم فيها زي الجن زي الجن نحن لا نرى لكن نؤمن به ولما حد بيسرع ولحد بيحصل له مشكلة ولحد بيتحسد ولحد فالحد بيحصل له إيه يقولك حصل لمشكلة أو لبس من الجن أو مثلا الملائكة لما النبي عليه السلام يخبر أن من سمع إذا سمعتم صوت الديك اللي هو الديك يعني فسألوا الله من فضلي فإنه رأى ملكا وإذا سمعتم أعزكم الله نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا طب أنا ما شفتش الشيطان أعزك الله الحمار هو اللي شافه بس لما عملت الصوت دوت أنا عرفت إن هو شايفه فتعوزته بله من الشيطان اديك شايف ملك أنا مش شايف الملك لكن اديك شايف ربنا أعطاه خاصية فعيني إن هو يشوف الملك فلما شايف الملك راح إيه راح يعني عمل صياح كده صياح بتاع ديك فأول ما سمعت قلت اللهم والحجاب مرفوع عن الحيوانات المصبوط مش كل الحيوانات يعني هقول لحضر الحاجة يعني في أمور معينة هم بيشوفوا إحنا ما نشوفهاش خالص زي إيه زي مثلا عذاب القبر ونعيم القبر الحيوانات تشوفه إحنا ما نشوفهاش الحيوانات نشوفه القبر نعم تخيل حضرتك بقى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع وإن الدواب بلا تسمع عذاب القبر شوفت ديه عذاب القبر يسمعه ولذلك كان حتى يذكر زمان في كتب الكتب اللي تتكلم عن حياة الحيوان وغير ذلك يقولك أني كان في بعض بلاد الشام كان أصيب بعض الدواب بشيء من الحصنة يعني أصيبت بشيء من العنف وكان أي حد يقرب لها ترفصه وتضربه وكده وتعوده وتعمل فيقولك كانوا يأخذونها عند القبور عند أني القبور يقولك يأخذونها عند قبور الكفار فيسمعون أيازا بالله شيئا من العذاب يقولك فكان ذلك يحدث لهم شيء من الرعب فكانت تعوده يعني إيه أليفة كما كانت شوفت ديه والأحديث دي رسا هنجيها بقى ان شاء الله بتفاصيلها بقى ونفصلها طب ليه لا بس معلومة بالنسبة لك جديدة أن الدواب تسمع عذاب القبر آه نعم تسمع عذاب القبر شوفت أخيال بقى حضرتك حاجة غريبة بقى هولا حضرتك عليها إحنا وإحنا جايين بقى في السيرة بتاعت الدرق كل أنواع الحيوانات كل أنواع الحيوانات لأن النبي لم يحدد نوع والطير يسمع الطير ما ذكرش ذكر الحيوان فقط إنما لم يذكر الطير إنما الطير بعض الطيور خصصها ربنا سبحانه تعالى حاجة زي الديوك خصصها بنية بطار الملائكة لكن هل يطار مثلا البومة والفصاب والعصفور هل بيارأ؟ ما أنا عرفش متوقفين عند النص الورد الورد اللي يديك هو اللي بيسمع أو هو اللي بيشوف الملك طيب أعزك الله الحمار بيشوف الشيطان طب يا ترى هل مثلا أعزك الله الخروف المعزة هل بتشوف الشيطان؟ ما وردش فبنقول هي بنقف عند النص الورد وإحنا وإحنا مشيين بقى في الدار الأخرة والله ثم والله ستسمع العجائب عارف العجائب ورب الكعب هتسمع العجائب التي لم تسمع بها من قبل وكلها لن أذكر كلمة واحدة إلا بحديث صحيح وأذكر لك المصدر وأذكر لك رقم الحديث ورقم الكتاب ورقم الصفحة ترجع له عشان إيه؟ تستمتع لأن فعلا الدار الأخرة أنا باعتبار يعني يمكن أنا في حياتي عملت أكتر من مئة سلسلة علمية عمري ما استمتعت في حياتي قد ما استمتعت في الدار الأخرة وعمري ما حسيت بالقرب والإحساس بالإقبال على الطاعة قد ما وانا بدرس الدار الأخرة نخش على الحتة اللي بعدها نطع لفاصل ونرجع نوصل حوارنا عن الدار الأخرة مع فضلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري نحن بحضرتكم من جديد في هذا اللقاء مع فضلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري نكن بنتكلم عن القبر النعيم ونعيم القبر وكنا وصلنا نعم إلى أن الثياب الثياب خلاص كمان يعني أصبح فرش الجنة لبس وتكسل خلاص ثياب الجنة اللهم بنجعنا منهم يا رب العالمين بنجعنا منهم يا رب وطبع ما عنين في رحمة ربنا والله يا رب إحنا يعني أعملنا كلها تقصير وربنا يتجاوز عن سيئتنا ويبارك في رب في حسناتنا الضائلة الضعيفة وحسن ظننا بالله نعم رسول الله قال قبل ما يموت بأربع تيام بالزبط أربع تيام الحديث روى مسلم قال لا يموتنا أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله الله شكاية طبعا إنسان عايش يغلب جانب الخبسنا عشان بس إيه يبايد عن المعاصر يقرب من الموت أو من المرض على طول يغلب جانب الرجاء حسن الظن بالله كان الإمام أحمد قال الله يرحمه رحمة نواسعة كان هو قبل يعني قبل بداية السجارات يعني كان يقول لابنه يا بنية حدثني بقى حديث الرجاء لعلي يقلقى الله وأنا حسن الظن بالله يحذرون هنا حديث مش خروج من الموضوع بس حديث جميل قوي حديث روى مسلم أعجب ما قرأت في عمري أربعة دكتور عمر اتحسبوا ودخلوا النار خلص حسابهم خلاص ودخلوا النار فلما دخلوا النار الله أعلم خرجوا من النار مرة تانية ليه هل كان عندهم شك أنهم متظلموا ودخلوا النار ظلموا ما كانش حقهم يخشوا النار فربنا أخرجهم من النار مرة تانية وأعاد حسابهم مرة تانية ودول الأربعة الوحيدين اللي هتعاد حسابهم يوم القيامة شوف بقى الموقف الغريب والحديث روى مسلم فيواعد حسابهم فتأكدوا وتيقنوا أنهم يستحقوا النار فربنا أمر الملائكة أنهم يترجعهم مرة تانية للنار الملائكة ممسكة الاربعة ومرجعهم النار شو بقى المشهد العجيب ده فواحد من الاربعة اتدور وقال له يا رب ما كان ظني بك فقال له وما كان ظنك بي قال له ظني إذ أخرجتني منها ألا تردني إليها مرة أخرى قال له أنا عند ظنك أدخله الجنة الوحيد اللي نفد اللي كان عنده حص ظن بالله هو دخل النار وخرج وتحسب تاني وتهق أنه من أهل النار وأنه يستحق النار وزيادة بس كان عنده حص ظن بالله قال له رب أنا دخلت وتعذبت وتبهدلت في النار فلما خرقتني وشميت شوية الهوى دولت كده قلت له يا رب ما تدخلش النار تاني وإنا ظن بك إنك مش هتدخلها نتاني قال له أنا عند ظنك دخلوا الجنة فالتلاتة رجوا على النار واللي عنده حص ظن بالله راح الجنة أنا عند ظن ظن عبد بينا نقول النعيم بقى الرقم 8 وإنه رقم 7 خلاص لب اسم الأم السياب أهل الجنة جميل قوي قوي راح يبقى في قبره وإحنا قلنا الفترة كلها بسيطة قوي دكتور عمر يعني هو سواء لب اسم الجنة أو ما لبسي أو تفتح له باب للجنة أو ما تفتح شي أو كل ده ده مش فرقة لأنه هو فترة القبر بالنسبة للمؤمن حتى لو مدفون من مليون سنة هي كصلاة ظهن أو كصلاة عصر كما نص الحديث طيب أمال ليه النعيم ده كله ولله المثال الأعلى تخيل حضرتك لما يكون مثلا واحد رايح دولة بيستقبلوه استقبال كده دبلوماسي وكلم ده كله رغم أنه هو يقعد في المطار مثلا عشر دقايق بس لازم يخش من صالة كبار الزوار ولازم يتقدمه وشوف جميل ولازم يقدمه يكون إنسان كده بشكله جميل ولازم يكون المكان نظيف جدا ومهيئ ولازم معاملة معانة مع إنها كلها لن تستمر على بعضها فوقها يعني فوق عشر دقايق بس العشر دقايق بس العشر دقايق لازم لابد إحنا نحسسه بإمته ومكانته ولله المثال الأعلى فترة القبر حتى لو كانت لمؤمن ربع ساعة شوف حتى لو كانت لمؤمن ربع ساعة أو مص ساعة أو ساعة لابد أنت تحس بإمتك ولابد أنت تحس بمكانتك وتحس بغلوتك عند ربنا في الفترة دي عشان تعرف كمان إن في حاجات أعظم وأجمل مليار مرة مستنياك في الآخرة ده من باب اللي تمؤنان من باب إن إحنا بنهيئك قصد كان ممكن المؤمن يخرج روحه من هنا يخش الجن على طول لكن صدقني والله العظيم ما كان ينفع عارف ليه أنا لسه مش مهي أنا لسه خارج من يعني القبر ومنظر القبر وموت وعلى الجن على طول ده ممكن يحصل لحاجة يعني أعرف حضرتك يومي يقول لك واحد ينتقل من حر البرد ده ممكن يموت من برد الحر ممكن يحصل له حاجة فمن رحمة ربنا التدرج خش قبرك اتنعم شوية تعالي يوم اليام هكريمك حبتين هقعدك في ظل عرشي وأكلك زيادة كابد النون اللي أنا أعدتها ليك وخليك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه كده وبوز إيدي طيب يبقى رقم تمانية يرى النار التي وقاه الله منها طيب إيه لازمتها يعني واحد ما هو النبي كده ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار دي معلومة بقى جميلة أو أو أي واحد فينا ليه مكان في الجنة مكتوب عليه اسمه وليه مكان في النار مكتوب عليه اسمه فإذا آمن ودخل الجنة ورث الكافر منزله الذي في النار يبقى الكافر ليه منزلينه واتحك كده يعني كل كافر ليه منزل في الجنة ومنزل في النار وكل مؤمن ليه منزل في الجنة ومنزل في النار قبل ما دايبقى مؤمن وقبل ما دايبقى كافر الإنسان عموما يعني يعني إنسان تخلق في الدنيا قبل ما يكبر وقبل ما يبقى كافر أو مؤمن واخبار حالك ليه منزلين منزل في الجنة ومنزل في النار طيب آمنت بالله خدت منزلي اللي في الجنة ومنزل الكافر اللي في الجنة يبقى المنزلين وهو ياخد المنزل بتاعه والمنزل التاني في النار يبقى خد منزلين في النار وانا خدت ايه منزلين في الجنة قيب لو واحد كافر وخد المنزل اللي في النار ياخد المنزل التاني بتاع المؤمن اللي في النار ويدي المؤمن انزله اللي في الجنة وهكذا ففي القبر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان خليه يشوف النار التي وقاه الله منها طب ليه لان ربنا قال كده في الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفي الحديث وإحنا في الجنة ربنا يا ربي يرزقنا إلاك الجنة ويارزق المشاهدين الجنة حديث البخاري ومسلم ربنا لما يطلع على عباده يقول يا عبادي أو يا أهل الجنة بلفظ الحديث يا أهل الجنة هارablyتهم يقولون وما لنا لا نرضى وقد أخبرك اللفظ بقى وقد أنجيتنا من النار وادخلتنا الجنة قدموا أنجيتنا من النار testimon一點 أقلت كده فمنزح زيح عن النار وقدخل الجنة فقط فاز ده لو الإنسان ربنا نجه من النار وما دخلش الجنة برضه فاز لأن ربنا نجه من النار فتخيل بقى لما ينجي من النار كمان ويدخلوا الجنة فإذا تيجي بقى في القبر فربنا سبحانه وتعالى يأمر الملكة إنها تعرض علينا النار ومنزلنا في النار اللي كان معدلين لو كفرنا بالله فيفتح له باب نافذة إلى النار للمؤمن في القبر يفتح له نافذة إلى النار والحديث روالي بخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة يفتح له باب إلى النار فأول ما يراها يحطم بعضها بعضا هيتخض فالملكة ووظيفته مين بقى لا اطمئن كان هذا منزلك لو كنت كفرت بالله أما إذ آمنت بالله اقفل ده افتح الناحة تاني ووضح المشهد الجميل ده مشهد غريب قوي مشهد لما تقرأه كده في البخاري ومسلم تقول سبحانك يا ربي بس في الأوضاع دي كلها بقى يعني إحنا حركة قلنا في البداية أنهو الملكين يجلساه نعم ويسأله نعم وبعدين يعود مرة أخرى نعم ينام نعم لا مش ينام خلاص بقى مفيش نوم من يجيله نوم يا قلبي في ليلة حلوة دي أجمل ليلة في العمر يعني الجسد بيعود كما كان لا مش الجسد بيعود كما كان هو الجسد زي ما هو والروح بتنزف الجسد ويقعد قعد في القبر مستمتع بقى خلاص مفيش نوم بقى خلاص بقى ليه؟ يعني شيخ محمود أه تفضل أتفضل أتفضل اللي بيموت روحه تحت في القبر ما هو اللي بيموت ده ما هو فيه حاجة ما احنا قلنا أنهو بعد أما الروح تلقيت في السبع السماوات نزلت نزلت تاني نزلت بقى في الجسد خلاص تمام كده هيفضل الروح ملازمة للجسد في المراحل اللي قاتي هلأقول لحيك عليهم ساعة السؤال وساعة رؤية مكانه في النار ويغلق ويفتح المكانه في الجنة وساعة دخول عمله الصالح عليه ويقول له من أنت يقول له وجهك الذي يأتي بكل خير يقول له أنا إيه أنا عملك الصالح بعد كده في الفترة اللي بعدها تنفصل الروح وتصعد إلى الجنة ثم كما قال الإمام ابن القيم وتتلاقى الروح مع الجسد وتنفصل وتشاركه في النعيم وتشاركه في غير ذلك على فترات متقاطعة فإذا كان يوم القيامة ثبتت الروح في الجسد وأصبح الجسد بالروح لا يفترقاني أبدا واضح كده المسألة يبقى إذن في حالات تفترق فيها الروح مع الجسد في القبر وفي حالات تتحق فيها الروح مع الجسد حسب أحوال ما يرى العبد فيه في القبر لحد ما تنتهي فترة البرزخ فترة البرزخ قلنا للمؤمن الكامل الخلص كسلاة ظهرا أو كسلاة عصر واحد تاني إيمانه أقل شوية ممكن يقعد مثلا أكتر ممكن يقعد أكتر وأكتر ممكن سنين مئات سنوات لكنه ينعم ولا يعذب يعني هو يبقى في نعيم مش في عذاب ونعيم خطير جدا نعيم لا يخطر على قلبه بشر لكن الأجمل للمؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى يلغيله حاجز الزمن زي ما لغاه للنبي صلى الله عليه وسلم هو مش النبي عرج به من السماء من الأرض إلى السماء السابعة إلى صدرة المنتهى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام كل ده في ساعة من الليل طب الله عليك دي لو رحلة مكوكية تاخد لها كم ألف سنة كم مليار سنة لا يمكن لا يخطر على قلب بشر فالله عز وجل هو الذي يتحكم في الزمن عشان كده قال سبحانه الذي أسر بعبده هو الذي أسر به فطلام الله هو الذي أسر به خلاص الزمن لا يحسب بقى الزمن يتوقف الشاهد في الموضوع إن هذا الإنسان المؤمن في القبر قلنا إن هو بيشوف النار دي وبعدين يغلق وبعدين يفتحه باب إلى الجنة كنت حقيق بتسأل عن حتة قبلها لحتة الوقت ولا بتسأل عن حتة نعيمه كرؤية الجنة وغير ذلك يعني لا بيبقى نايم لجالس بيبقى نايم لجالس احنا نتكلم على ملابس الجنة فرش الجنة يفتح له باب تقل يرى النار ثم يفتح له باب إلى الجنة هو بقى هنا وضع الميت صحيح موجود بس طبعا حياة برزخية بسناها بيسموا كده حياة البرزخ هي حياة لكن حياة برزخية احنا كبشر ما نقدرش ندركها مرة ولا ندركها على فكرة لما نروح بنفتح المقبرة بنجد الجزمان كما هو وبنحط مي جنبه وبعدين لما يبلغ الجسد بنشيله وبتحط وممكن تاخد العظام على جنب وتحط جسد آخر ولا على مدار الملايين السنين اللي فاتت الأكساد اللي كلها راحت فين بقى التراب بقى التراب وإلا فسبحانك يا ربي كل ده بيبدل وكل ده بيبقى موجود بشكل احنا لا نرى وده من حكمة ربنا ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بنقول يعني هو ربنا أثنى على المؤمنين فأقول سورة البقرة بيه الذين يؤمنون بالغيب لأن الغيب ده الإيمان بالغيب ده صفة لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى وعشان كده أعظم غيب هو الله سبحانه وتعالى إحنا ما شفناش ربنا لكن بنؤمن بربنا وما شفناش النبي لكن بنؤمن بإن فيه نبي وبنؤمن بإن فيه ملايكة وبنؤمن بإن فيه جن وبنؤمن بإن فيه جنة وفيه نار كل هذه من الغيبات التي يؤمن بها أهل السنة أهل الخير أهل الإيمان أهل الطاعة فالشاهد في الموضوع أن هذا الإنسان لابد يكون صاحي طب ليه صاحي عشان يتنعم هو أنا لما أكون نايم طب حضرتك لو كنت مثلا في مكان مستمتع بالمنظر الطبيعي بالفيول اللي قدامك كده مثلا قاعد في مكان على شاطئ البحر لو نمت أنت مستمتع أنا نمت خلاص وشفت سبت المنظر عفو أنا مولانا معلش برضو يمكن أنا أحس بقدرية العقلية القبر اللي إحنا بنتكلم عنه ده هو نفس القبر اللي إحنا بنتفن فيه موتنا ونطف نحنا فيه طبعا ولا قبر آخر برضو يعني له علاقة ببرزخ هو نفس القبر أول حيح حاجة قصة ممكن تدفن اتنين جنب بعض أيوة واحد وناعة واحد يعذب ويكون بينهما برزخ إيه رأي حضرتك في أمور الدنيا بلاج ده كله الشيء الطبيعي أنا جبت شوية مية دلقتهم على شوية مية تقدر تحجزهم عن بعض يعني أنا لو جبت مية دلوقتي كده وجبت كباية مية تانية ودي فيها نص ودي فيها نص ودلقتهم على بعض تقدر تحجز مية لا يمكن تحجزها ورغم ذلك ربنا حجزها قدام عيننا بقى ده في عالم الشهادة مش في عالم الغيب ده في عالم الشهادة عشان تشوف آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى مية ملحة دكتور عمرو انت شفتها ومية عزبة وانت شفتها بنفسك وبينهم ما بينهم برزخ لو جيت شربت مية من هنا تلاقيها ملحة ومن هنا على بعض مترين تلاقيها عزبة طب ازاي ده مية ده ما هيش بل لابد انها تختلط الله منعها ان تختلط وإيه بقى ومش على مسافة مثلا متر مترين ده على مسافة كيلومترات شفت ده فلذلك الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله سعى يقول لك يقول لك ربا ربا ثاني في القبر يعني اتنين موجودين في القبر ونفس القبر روضة من رياض الجنة ونفس القبر حفر من حفر النار تخيل حضرتك وعذاب هذا لا يصل إلى المؤمن ونعيم المؤمن لا يصل إلى الكفر متخيل حضرتك المشهد العجيب ده والحيال العقل البشري لا يستطيع أن يصل إلى مع عشان كده قال لك إيه قال لك ما بعد القبر ما بعد الموت والقبر ما تحكمش عقلك إلا فيه موردة في الشرع وفي النص بمعنى أنا اللي قعدت أطلق العنان العقلي وقلبي في أمور جنة ونار وبرزخ وإيامة وصلاته وصلات أحد من السيف وأضق من الشعرة وعلى مساحة مليارات مليارات الأميال طب الصرات ده طربت إزاي شيء طبيعي الناس وقف عليه مليارات ماشيين على الصرات طب الصراتها تقطع طب ما هي قد أمور العقل إنما أمور النقل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا قلنا يا رب آمنا يا رب صدقنا يا رب ومؤمنين يا رب ومصدقين مدام الله قال ومن أصدقه من الله قيله سبحانه وتعالى ومن أصدقه من الله حديثه ففي هذا الوقت سبحانك يا ربي الملائكة اللي في القبر هيفتحوا له باب إلى النار ثم يغلق ويقول له أما إذ آمنت فهذا نصيبك ويفتحوا له باب إلى الجنة يبقى هذا النعيم رقم رقم 8 يبقى يرى النار التي وقاه الله عز وجل منها رقم 9 يرى الجنة التي سيكون فيها الجميل بقى في الموضوع هو يرى الجنة في القبر آه يرى الجنة في القبر ده فيه حاجة أجمل من كده لسه جايه إن أنا في القبر وموجود في القبر وروني النار وروني منزلي مش النار وروني مكاني مقعادي في النار اللي كان بتاعي لو كنت كفرت عازم بالله طيب خلاص المنزل ده كان بتاع محمود المصري بس الحمد لله محمود المصري آمن ما كفرش خلاص إيه في النار طب فين منزل محمود المصري في جنة أهو فهيفتح لي باب مش يوريني الجنة يوريني منزلي في الجنة تخيل حضرتك ولذلك النوع على السلام أسافة يا مولانا هنا في نقطة برد مراحل فيها مرحلة الشفاعة يعني على سبيل مثال الحصر الرسول عليه الصلاة والسلام تشفع في أمته الأطقياء من العائلات تشفع في أبائهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يشفع في أبائهم وأماتهم طب ده يجي إمتى بقى إذا كنت حضرتك دول شفوا مقعدهم من الجنة أو شفوا مقعدهم من النار ثم تأتي الشفاعة بعد ذلك فتبدل من حاله أقول لحضرتك الشفاعة دي بتأتي يوم القيامة مش هتأتي في القبر يعني ممكن يبدل الحل أطبعا يعني ممكن يشوف مقعده من النار في القبر ويوم القيامة يرى مقعده من الجنة بعد الشفاعة أقول لحضرتك اللهم صلى وسلم معلش أنا سبقتش لا لا خالز مرة هو اللي حصل دكتور عمر إحنا عندنا فيه نوعين من البشر مؤمن وكافر حلو كده الكافر لو رأى مكانه يعني لو هو بيعزب في القبر عازم بالله هيبقى برضو بيعزب ويوم القيامة هيبقى برضو داخل النار لإن كافر خبرا حقيق لإن ربنا قال كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة لأهل الإيمان والأهل التقوى ما غيرهش للكفار خبرا لك ربنا حرمها على الكافرين وربنا سبحانه وتعالى يعني في آيات كثيرة جدا جدا ذكر إن الجنة دي أعدها للمتقين وسارعوا لما اغفرت من ربكم وجنة عرضوا أسنوات الأرض وعدت للمتقين خبرا حقيق يبقى إذن الجنة دي ربنا أعدها لأهل الإيمان أعددت العبادية الصالحين في الجنة إلى آخر الحج فالشاهد في الموضوع إن الشفاعة دي بيكون يمين بقى إحنا عندنا فيه مؤمن وفيه كافر بس المؤمن ده أنواع بقى فيه مؤمن عاصي وفيه مؤمن طائع المؤمن العاصي ده هيعاقب بقدر الزنوب بتاعته ودي هنجيها بقى في مفاجأة عمالها لحضرتك والمشاهدين في عشر أنواع من الأشياء التي تسقط العقوبة عن المؤمن العاصي فيلقى الله وليس عليه خطيئة دي أذكرها لك في درسة وحدها العقوبات كيف تسقط العقوبات عن العصاها بحيث يجي يوم الإيمة لو عليه زنوب قد الجبال يجي يوم الإيمة يخش الجنة دي أنواع جميلة قوي عديتها لحضرتك والمشاهدين الكرام دي نقطة مهم قوي يوم الإيمة هتكون شفاعة لمين لأهل المعاصي هو مؤمن بس عنده معاصي ممكن يخش يعزب بها في النار ففيه عندنا تمن شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعندنا شفاعة لكل نبي وعندنا شفاعة لبعض المؤمنين مش كل مؤمن هيشفاعة ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللي ربنا هيأزله أن يشفع هيشفع اللي مش هيأزله مش هيشفع طيب وبعدين فيه شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى دي بقى الشفاعة اللي ما فيش بعدها شفاعة لكن فيه ناس من أهل المعاصي زنوبهم هتوديهم النار هيتعزبوا شوية ويخرجوا يخشوا الجنة لأنه يقينا يقينا ونحفظها كده في حياتنا لا يخلد إنسان مؤمن في الله أبدا مهما بلغت زنوبه مدام جاء يوم القيامة بالتوحيد والحديث روات المذي بس نادين حسن أن المولى عز جل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتاني وراجوتاني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت زنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي حتى الأخيرة المهمة يا ابن آدم لو أتيتاني يعني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا بقرب الأرض خطايا وزنوب ثم لقيتاني بشرط واحد لا تشرج بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة شوف بقى رحمة ربنا قدي شوف يقول لك تعالي بزنوب قدي الجبال بس تكون موحد ده مش معناه أنا بيقول لك يوزني بيعني لا بيقول لك حتى لو حصل أن أنت جايلي بزنوب قدي الأرض كلها بس تكون موحد ما أنتش مشرك ما أنتش كافر أنا هجيب لك يعجيب لك مغفرة قدي الزنوب دي كلها تغطيها وتشيلها ودخلك الجنة في أكتر من كده يبقى الشفاعة دي يمين الشفاعة دي الأهل المعاصي تمام كده يبقى يفتح له باب إلى الجنة نطلع لفاصل ننواصل حوالنا مع فضلية العالم الجليل شهر عمد نسو حضرتكم في هذا اللقاء ورحلة أرواح المؤمنين نحن يمكن كنا وصلنا إلى المؤمن في داخل قبره نعم يرى الجنة ويرى مقعده كما رأى مقعده من النار ثم لم يذهب إليه يرى مقعده إلى الجنة نعم يبقى إذن بيفتح له باب إلى الجنة ده رقم تسعة رقم عشرة يأتيه من ريحها وريحانها وطيبها النعيم في القبر فيه نعيم حسي ونعيم روحي زي قول المولى عز وجل فروح وريحان وجنة العيم الروح الروح ده يجمع جميع أنواع النعيم والسعادة والسرور والبهجة لروح الإنسان وريحان الريحان ده الأصلي فيه اللي هو نبات الريحان ولكنه يشمل هو عبارة عن رمز عارف حقك زي ما كنتين مجيب مثلا سنبولة الزيتون يقول لك ده رمز للسلام مش المقصود بها الزيتون اللي بنخلله إنما هي رمز للسلام فالريحان ده رمز لجميع النعيم البدني الذي يحدث للمؤمن في القبر وجنة نعيم تجمع النعيمين الروحي والجسدي فجمع لك في آية واحدة في جزء من آية جمع لك النعيم البدني والنعيم الروحي والنعيم البدني ويحب الروحي وجنة نعيم إن هذا لهو حق اليقين بالظبط فشاهد في موضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لين فيأتيه من ريحيها وريحانها أنا نام في قبري اللي الناس خايفة منه اللي الناس زعلانة منه اللي الناس بتقولي ما تفكرنيش لا ده أنا هفكرك هفكرك وخليك تنبسط وعايزك الحلقة دي تفتكر على طول وإحنا أصرينا النهاردة إن إحنا نقدلكوا الكتالوج بتاع الـ 12 نعيم من أول كان ممكن نقولكم من 7 إلى 12 إن إحنا أصرينا إن إحنا نقول من 1 إلى 12 عشان تفتكروا نتخذهم كده باكتج على بعضهم كده 12 أنواع من النعيم بيسموا بالخليجي درز النعيم أو دستة نعيم فيبقى يتفتح له باب إلى الجنة لما يتفتح باب إلى الجنة هو مش مجرد فيه مش مجرد منظر مش مجرد أنا قاعد بس شايف الجنة كده وكايني قاعد في المكان لا ده أنا لازم يجيني لإن أنا الإنسان طمع وطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى فأنا نفسي أشوف النعيم لينك ده أحس بيه فيجيني من العطر بتاع الجنة والنعيم بتاع الجنة العطر الجنة هل الإنسان عنده القدر أنه يشم رائحة الجنة؟ طبعا طبعا ما هو ما هو إحنا قلنا قلنا فاكل حاجة دكتور عاملة ما تكلمنا عن تبدل البصر قلنا بها تبدل ثلاث مرات عند الموت بيشوف الملاكة في الأرض المحشر بيشوف الملاكة والجن في الجنة بيشوف ربنا فرجع البصر فبصرك اليوم حديد طيب الحاجة التانية بقى نفس الحكاية تبدل الشم أنا ممكن أكون ما بشوم مش رائحة الجنة وأنا في الدنيا ما إني فينا الشم بترحت الجنة في الدنيا وذكرناها في الحلقة اللي فاتت يعني إذن الروح ينكشف عنها الحجب طبعا بعد الوفاء طبعا فيزبح الإنسان الجسد بس هو اللي ميت لكن الروح ما ماتتش على فكرة مش البصر بس البصر يا أبا الروح ما بتموتش الروح بتنفصل الروح تخرج هو بيقول لك الماء الواحد ماتلي هل قال لك روحه ماتت قال لك لا خرجت روحه من جسدي خروج الروح من الجسد هو موت الجسد إنما الروح لا تموت واضحة كده الروح لا تموت الروح تنفصل الروح تنفصل وتفضل بقى في مستودعاتها الأماكن خاصة بالمؤمنون مرة الحلقة اللي جاية هنفكر بقى إن شاء الله خمس أنواع من أنواع الأرواح اللي موجودة وأماكنها فين وهتكون موجودة إيه وبتعمل فين بتعمل إيه في المكان دوت فإشارة في الموضوع إن هو في الوقت دوت في اللحظة ديت هيجيله إيه هيجيله من نعيم الجنة هيجيله من راحة الجنة وقلنا كل حاجة بتتبدل البصر تبدل على فكرة والسمع تبدل ما أنا في الدنيا ما بسمعش الملائكة في القبر هسمعهم و أنا بموت بها أسمعهم وبعدين فوق ده كله كمان الشم أنا ما بشمش رائحة الملائكة الجميلة الملائكة رائحتها جميلة جدا فهشمها وأنا في القبر أنا ما بشمش رائحة الجنة هشمها وأنا في القبر يبقى البصر تبدل والأذن تبدلت السمع تبدل والشم تبدل والجسد تبدل كل حاجة تبدلت آه لإني في حياة تانية حياة ما نقس عليها عقولنا البشرية اللي عقول البشرية اللي بتقول لا ما ينفعش لا ده الكلام ده فيه مبالغة لا انتوا بتقولوا كلام مش صح انا بقول كلام ربنا بقول كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومسدقوا وواثق ومتيقن ان كل ده بيحصل فعلا لان مادام ربنا قال كده بقى كده هيحصل كده شايت في الموضوع يبقى فروح وريحان وجنة نعيم يبقى ده النعيم رقم عشرة رقم حداشر حاجة جميلة قوي انا نايم في قبري متمتع ومبسوط وبعدين جاي لي بقى النعيم فين الملاكين اللي كانوا معايا خلاص بقى دورهم انتهى هم سألوني وتفتح لي باب للنار وتقفل وتفتح لي باب للجنة وبدأ يجي نعيم للجنة بس انا الواحد بقى في القبر ولا بد ان يكتمل النعيم الانسان لو قاعد في الدنيا في فندق سيفن ستارز وقاعد لوحده في جناح بيزهق عايز حد يونسه صح كده تخيل بقى لما يكون قبر بس قبر بقى مليان نعيم فان عايز حد يونسني ايه اللي يحصل يجي النعيم رقم حداشر الله عز وجل يدخل علي في القبر واحد كما ورد في الحديث اللي رواها احمد بسندين صحيح فيأتيه رجل ابيض الوجه ابيض الثياب جميل الرائح مواصفات حاجة في غاية الروعة رجل اول ما تشوفه لازم تحبه اول ما تشوفه لازم تعرف ان الوش ده بيبشرك بكل خير فيأتي فيدخل على هذا المؤمن اللي في القبر اللي موجود في قبره فاول ما يشوفه المؤمن هو اللي هيتكلم يقول له من انت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير عارف لما بتشوف واحد يقول عمر اكيد فيه ناس في حياتك كده تقول له ها وش الخير وقدم الساعد والله العظيم بشوفك بحس بسعادة لتتسوق بحس ان الخير كله جهد زيك كده يعني ربنا نخليك حابقه فاول ما يخش على المؤمن فالمؤمن يقول له كلمة دي من انت وجهك الذي يأتي بكل خير فيقول له بلفز واحد انا عملك الصالح انا مش جاي من بره انا العمل بتاعك تجسد في سورة انسان هو ممكن العمل يتجسد في سورة انسان اي نعم انسان ولا ملك انسان انسان وانيس في القبر انيس في القبر ما هو لو كان ملك هو مش يستغرب هو شايف ملك ما هي ملائكة دخلة وملائكة خارجة الموضوع مش فرق معاه لا ده انسان انسان يأتيه في سورة انسان فيجلس معه يقوله انا انيسك الى قيام الساعة شوف قدي بقى الفرحة بقى لما يكون قاعد بقى انيس انيسه ده هيعمل معه ايه هيعب بقى يدردش معاه ويتذكر معاه وذكرياتك وبعدين فوق ده كله ايه بقى ويحكيله خد بالك بقى انت ما دمت بتنعم في القبر انت من اهل الجنة اقولك بقى الجنة شكلها ايه تعال احكيلك احكيلك بقى اللي في الجنة الجنة دي فيها كيت وكيت وكيت وهتشوف هناك كذا وكذا وكذا ويقعد يحكيله ويسليه فترة اقامته في القبر ما يخلوش لحظة يا مل ما يخلوش لحظة يا كل ما يخلوش لحظة يتدايق ويقول امتى نخرج بقى من المكان ده بقى اصل المكان ده هو اجمل من كل متاع الدنيا ونعيم الدنيا لانه مكان من الجنة اصبح جزء من الجنة جاي له نعيم الجنة واحد جاي بيونسه قاعد بيتكلم معاه وبيدردش معاه طيب اخر حاجة فهو يقول لما يلاقي النعيم ده كله يقول يا يعني النعيم القبر اللي هو يعتبر بنزدانة كده في لغتنا ده عربون نعيم في الجنة يبقى مال نعيم الجنة عامل ازاي ففي اللحظة ديها يقول وده النعيم رقم 12 ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة حتى ارجعي الى اهلي وما لأي في الجنة فيقال له ليس الان ولكن نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظ الا احب اهله الي وبكده 12 نعيم من نعيم القبر يجعلها من نصيب ونصيبك ونصيب المشاهدين الكرام ونصيب كل المسلمين ربنا وينام في القبر وينام في القبر لا مش ينام يعني مش يروح علي نومة يعني ينام مستمتع مضطغع كده مستمتع في القبر لحد اما يقوم الساعة وينفق في السور ويبعث من القبر الارض المحشر عشان يكرم بين يدي الله ثم يدخل الجنة الله يجعل منهم ارجو ان تدعي وامن خلفك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنة وصفاتك العلا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا أحسن ختامنا يا رب العالمين نور كبورنا وسع كبورنا متعنا في كبورنا اجعل كبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيزي يا غفار اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي يا رب العالمين اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين واحفظ المسلمين جميعا في أوطانهم واحفظ بلدنا آمنة مطمئنة يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على رجينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم ومجزاكم الله خير أشكركم دي حلقتنا النهاردة وشكرا جزيلا أسبوع والألف خير